طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتوريش إلى مجلس الأمن بالموافقة على نشر ما يصل إلى 75 مراقباً في مدينة وموانئ الحديدة وسط تعثرات تعترض مهمة بعثة المراقبة الحالية بقيادة الجنرال الهلوندي المتقاعد باتريك كاميرت جوتوريش حدد مهمة البعثة الجديدة من المراقبين بمدة تصل إلى 6 أشهر في مهمة تهدف إلى مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة نشر قوات طرفي الحرب وبحسب الأمم المتحدة فإن مجلس الأمن سينظر إلى طلب الأمين العام بحلول العشرين من شهر يناير الجاري تقريباً وهو الموعد الذي ينتهي عنده تفويض الثلاثين يوماً الذي منحه المجلس لفريق مراقبة مبدأ بقيادة الجنرال كاميرت يأتي ذلك فيما فشلت لجنة مراقبة وقف إطلاق النار وتنسيق الانسحاب في الحديدة في عقد اجتماع كان مقرر له أن يعقد الثلاثاء إثر رفض ممثل ميليشيا الحوثي الذهاب إلى المكان الذي حدده رئيس بعثة المراقبين الدولية الجنرال باتريك كاميرت في أحد المقرات الخاضعة للسلطة الشرعية بجنوب مدينة الحديدة في الوقت الذي تستمر فيه الجماعة بتحميل الجانب الحكومي المسؤولية عن فشل انعقد هذا الاجتماع الذي لم يحضره سوى ممثل والجانب الحكومي هذا الوضع أقر به المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث الذي التقى الرئيس عبد الربو منصر هادي في الرياض في الوقت الذي كانت جهود باتريك كاميرت في الحديدة تتعثر غريفث أوضح أن المجتمع الدولي يرقب عن كثاب الوضع في الحديدة وخطوات تنفيذ بنود اتفاق سوكهولم وأنه نقل ذلك مباشرة للحوثيين الذين أكد لهم أيضاً أهمية إيفائهم بتلك الالتزامات رغم تجاوز مواعيدها المزمنة الرئيس هادي من جهته ذكر غريفث بالتنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية في سبيل تحقيق السلام التي لم تقابلها جماعة الحوثي الإنقلابية إلا بصلف وتعنت وتمرد على كل الاتفاقات والتفاهمات وآخرها ما يتصل بميناء ومدينة الحديدة ومسرحية الإنقلابين في هذا الإطار بحسب ما نقل عن الرئيس هادي التعثرات التي تكتنف تنفيذ اتفاق سوكهولم تلقي بظلالها على الخطوة التالية والمتمثلة في جمع الأطراف مجدداً إلى جولة مفاوضات في الكويت بعد أن أبدت هذه الأخيرة استعدادها لاستطافة هذه الجولة وسط ترحيب من الأمم المتحدة بهذا الاستعداد وهو الفشل الذي يحاول المبعوث الأمم تفاديه بكل الطرق الممكنة